السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن لنكمل ما تبقى لنا من صورة المطففين توقفنا في الحصة السابقة عند الآية 26 لنكمل ومزاجه من تسنيم لاحظوا ما هنا حرف الجيم جو ومزاج ولذين هنا مد الصلة الصغرى حركتان ومزاجه ومدد حركتان هنا من لذين هنا هذه النون ساكنة وأمامها حرف من حرف الإخفاء إذن إخفاء هذه النون ولذين هنا المد العالد للسكون أي أقف بحركتان أو أربعة أو ست حركت أقول مئة سنيم عين يشرب لذين هنا تنوين بالفتح والذين أمامه حرف الياء من حروف الإدغام بغنى مقدار وحركتان والرأ هنا مفخمة أقول عيني يشرب عيني يشرب بها المقربون بها المقربون تبال حرف القاف من حروف الاستعلاء والرأ هنا مفخم والوقوف هنا كذلك بحركتان أو أربعة أو ست حركات للمد العالد للسكون عيني يشرب بها المقربون نون نون مشدد حركتان بغنى والغنى قل تخرج من الخيشون إن الذين تبالي حرف الذيل أجرموا أجرموا وهنا الجيم قلقى لصغرى والرأ مفخم انتباه لي مخرج الهمزة من الحلق أ أجرموا ولا نقول أجرموا 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 كانوا من الذين ذال معجمة كذلك جاجب انتباه إلى الذال الذين آمنون التوسط أربعة حركات هنا المد البدل يضحكون والضاد من حرف الاستعلاء لا أقول يضحكون لا أنتقها كحرف الدال يض يض ح والح لا أقول يضح وإنما يضح ح عندما أنتق حرف الح يجب على الفك السفلي أن ينزل قليلا للأسفل يضح ح يضح يضح وهنا حركتان أو أربعة وست حركت للمد العرض للسكون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضح يضحوا وإذا مروا الزل مجمع حركتان وإذا مروا يجب انتباه لحرفة الزل والرأ هنا مفخمة مروا ويجب الانتباه لتكريه الرأي لا أقول مروا مروا بهم يتغامزون بهم يتغامزون لذينا هنا بهم تنتبه بميم ساكنة وأمامها هنا حرف ي إذن لذينا هنا قاعدة أحكام الميم ساكنة الإظهار الشفاوي أقول بهم يتغامزون ولا أقول بهم يتغامزون والوقوف هنا بحركتان أو أربعة وستة حركت وإذا قلبوا وإذا قلبوا لذينا هنا الذال ولذينا هنا نون يجب إخفاؤها وإذا وإذا لا أقول وإذا إنقلبوا وإذا قلبوا ولم لا أقول لا أقول وإذا قال وإذا قال وإذا قال اللام كأن هنا مرقق وإذا قلبوا وهنا مد الصلة وهنا مد المشبع المنفصل ستة حركات وهنا كذلك مد المشبع منفصل ستة حركات إلى أهلهم هنا ونون هنا يجب إخفاؤها إنقلبوا كذلك هنا أهلهم قلبوا فاكهين والوقوف هنا بحركة أو أربعة أو ستة حركات وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين وإذا رأوهم الرأونا مفخم وإذا رأوهم قالوا هنا كذلك ممساكينا وأمامها حرف القاف إذن لدينا هنا كما لدينا هنا أحكام الميم الساكنة هنا الإظهار الشفاوي يمكنكم الرجوع لدرس أحكام الميم الساكنة للفهم أكثر رأوهم قالوا ولا أقول رأوهم قالوا رأوهم قالوا قالوا هنا المد ستة حركات للمد المشبع المنفصل إن نون مشددة حركتان هؤلاء هنا لدينا مدين مشبعين متصلين ستة حركات لكل واحد منهما هنا لضالون تبعي لحرف الضاد ض ض ض ضالون وهنا الذي نمد لازم كلامي مثقل ستة حركات وهنا الوقوف بحركة أو أربعة أو ستة أقول وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم هنا هنا ستة حركات مدمش بمون فصل وما أرسلوا والرأونا مفخمة عليهم حافظين هنا كذلك ميم ساكينة وأمام حرف الح هنا لدينا قاعدة أحكام ميم ساكينة وهنا لدينا الإظهار الشفاوي كذلك هنا الإظهار الشفاوي أقول عليهم حافظين ولا أقول عليهم حافظين والانتبالي حرف الضد ظين ولا أقول ذين حافظين وإنما حافظين انتبالي حرف الحاء ولا أقول حاء وأوقفون بحركتان أو أربعة أو ستة حركات وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا هنا كذلك المد أربعة حركات هنا المد البدل من الكفاري انتبهوا لمخرج الفاء الكفاري ولا أقول الكفاري الكفاري فاء الكفاري والرأو هنا مرققة يضحكون 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 وانتباه كذلك هنا لحرف الحاء لمخرجه من الحلق يضححا كما قلت لكم أفتح فمي وأقوم بإنزال الفكسف للأسفل يضحكون 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 وهنا الوقوف بحركتان أو أربعة أو ست حركات فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على لرائك هنا الرأ مفخمة ومشبع متصل ست حركات على من الحلق يخرج على لرائك ولا أقول على لرائك ينظرون هنا نون يجب إخفائها والضاد من حرف الاستعلاء ذو والراء مفخمة والوقوف بحركتان أو أربعة أو ست حركت هنا للمدل عرض للسكون ينظرون هل ثوب هل ثوب اتباه هنا لحرف ث لا أقول هل ثوب هل ثوب هل ثوب الكفار هل ثوب الكفار هنا الرأ مفخمة ما كانوا يفعلون هنا يجب المدل حركتان أو أربعة أو ست حركات للمدل عرض للسكون تباه لمخرج حرف العين من الحلق واللام هنا لا أفخ من اللام لا أقول يفعلون وإنما يفعلون إذن أردت لكم هذه الآيات التي شرحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومزاجه من تسنيم أين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ألا لرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وبهذا نكون قد أتممنا أو أكملنا تعلم تجويد سورة المطففين برواية ورشع النافع ألقاكم في الدرس القادم ومع سورة جديدة إن شاء الله تعالى ترجمة نانسي قنقر